وسط اتهامات للبنك المركزي في طباعة مزيد من الأوراق النقدية والتسبب في ارتفاع مستوى التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية تتوه الحقيقة لدى المواطنين مع ممارسة إدارة البنك المركزي للصمت وعدم إضاح هذه المسائل لأسيما مع ما تشهده العملة الوطنية من انهيار مستمر مقابل العملات الأجنبية منسوب انتشار مثل هذه الأنباء ارتفعت مع ما تسرب مؤخرا من معاناة البنك المركزي وبقية البنوك التجارية والرسمية مع شحة شديدة في السيولة وعدم استطاعتهم الإيفاء بالتزاماتهم المالية نتيجة الاختلال في الدورة النقدية منذ سنوات حيث يمتنع تجار الوقود ورجال الأعمال من توريد أموالهم أو أرباحهم الناتجة عن نشاطهم إلى الجهاز المصرفي وتفضيل تكديس أموالهم في متاجرهم ومنازلهم أو إيداعها لدى شركات الصرافة التي تحتفظ بالجزء الأكبر من المعروض النقدية في خزائنها مصادر اقتصادية عاملة في البنك المركزي اليمنى استبعدت في تصريحات ليمن شباب صحة الأنباء التي تتحدث عن استمرار البنك في اطباعة مزيد من الأوراق النقدية الجديدة مشهرة إلى أن البنك في إطار إدارته للسياسة النقدية يعمل على تأمين احتياجاته من النقد المحلي لأغراض محددة ولفتت إلى أنه يجب التفريق بين طباعة وتخزين النقد لتأمين احتياجات البلاد من العملة المحلية وبين إصدار النقود لأغراض محددة أيضا حيث يكون الانتقاد لإصدار نقد لتغطية عجز إرادات الحكومة في تغطية نفقاتها وهي سياسة مالية ليس للبنك المركزي علاقة بها وكانت العملة الوطنية قد تراجعت مؤخرا إلى أدنى مستوى لها في تاريخها حيث تخطى الدولار حاجز تسعمائة وثلاثين ريالا في حين قفز سعر الريال الصعودي إلى أكثر من مائتين وخمسة وأربعين ريالا الأمر الذي أثار مخاوف الكثيرين مع ما تخلفه عملية الانهيار من أضرار وآثار سلبية على مجمل الأوضاع المعيشية في البلاد اشتركوا في القناة